وجه وزير الموارد المائي والري هانيس ويلم بالاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سوء العيش صغار المزارعين في صعيد مصر الجري تنفيذه بشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو وغلال لقائه الممثلة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا أكد وزير الري أن مشروعات الري الحديث تسهم في ترشيد المياه وتعزيز انتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادي وبما يحقق استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية لعام 2037